دعماً لجهود الحكومة الجادية الخاصة بتعزيز القطاع الصحي في البلاد، قد أشرف وزير الصحة العامة تكتور عبد المجيد عبد الرحيم على مناسبتي تقديم المساعدات المتمثلة في عدد من السيارات، والتي قدمت من قبل كل من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الأمم المتحدة للأممة والطفولة اليونسيف، وهي 17 سيارة، 14 منها رباعية الدفع، وذلك بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة السيد جاك بوير، الذي أكد في حديثه بأن هذا الدعم جاء من أجل دعم المستشفيات التي هي بحاجة لمثل هذه السيارات، كما طلب أيضاً من الجهات المستفيدة بالحفاظ عليها، وفي ذات السياق قد استلم وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم عشرون عربة إسعاف مقدماً من قبل البنك العالمي، حيث كانت لحظة التسليم بحضور ممثل البنك، الذي عبر عن امتنانه بحسن التعاون الثنائي القائم بين البلاد والبنك. وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم، بعد شكره لممثلي هذه المؤسسات الشريكة، الداعمة لوزارته قد تحدث عن أهمية هذه السيارات في تعزيز عمل الوزارة. الآن لدينا دائماً من المنظمات الدولية لحسنوا صحة المواطنين. هذا الحدف الأساسي، وخاصة صحة الأم والطفل. هذا برنامج السياسي عن الرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إدناني. ويذكر أن وزارة الصحة العامة وعبر مدد شركائها قد أنجزت العديد من الأهداف التي من شأنها إنقاذ المرضى والوقاية من الأوبئة.